بيان شيوخ وجهاء عشائر أقليم الرقة إنما يمر به العالم من أزمات متلاحقة ومتغيرات دولية وصراع على النفوذ وخاصة في منطقة الشرق الأوسط جعل من سوريا منطقة مستهدفة بالدرجة الأولى لما تتمتع به من مزايا قد لا تكون موجودة في أي دولة أخرى فأصبحت ميدانا وساحة لتصفية الحسابات الدولية مما أدى إلى ضعفها وشلل قدرتها على تحصين نفسها ضد تلك الصراعات الدولية وقامت الثورات في مناطق مختلفة منها من أجل إعادة هيكلة بنائها ووضع أسس متينة من أجل سوريا قوية منيعة تتحقق فيها كل عوامل الحياة الكريمة لأبنائها على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم إلا أن تلك الطموحات لم تتحقق بسبب التدخلات الإقليمية التي تجاذبت تلك الجماعات التي أخذت على عاتقها الذود عن سوريا وسرعان ما أصبحت رهينة لسياسات إقليمية ودولية وانحصر دورها في تنفيذ تلك الأجندات الخارجية وانحرفت عن مسارها الحقيقي هذا الواقع المرير جعل من سوريا مرتع خصب لنمو الإرهاب الذي ساهمت كثيرا من الدول في تنميته وتأمين الوسائل المساعدة في نموه في المنطقة حينها دخلت سوريا في نفق مظلم وأصبحت تتعرض لأعلى الضربات الموجعة من الداخل والخارج وازدادت تمزقا ودمارا وقتلا وتشريدا ومن رحم هذه المعاناة ولدت قوات سوريا الديمقراطية التي وضعت الاستراتيجية الهادفة إلى تحرير سوريا من الإرهاب بكل أشكاله للوصول إلى الهدف المنشود وهو الأمة الديمقراطية ابتداء من شمال وشرق سوريا هذه الاستراتيجية التي لاقت استحسانا وقبولا من كل مكونات المجتمع السوري في مناطق شمال وشرق سوريا مما حدا بكل الغيارة على الوطن الأم ومن جميع المكونات المنطقة بالانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية وأصبح للعشائر العربية النصيب الأكبر في هيكلية تلك القوات وتوالت انتصارات قوات سوريا الديمقراطية إلى أن حررت كافة المناطق في شمال وشرق سوريا وبمساعدة قوات التحالف الدولي من براثن الإرهاب إلا أن تلك الانتصارات لم ترق للكثيرين خارج وداخل سوريا وبذات المؤامرة لوأد تلك الانتصارات التي تؤدي إلى الهدف المنشود ألا وهو مشروع الأمة الديمقراطية هذا المشروع الذي يعتبر السم القاتل لأعداء الحرية والديمقراطية والكرامة لذلك وضعت الخطط والبرامج للتصدي لهذا المشروع من قبل الجهات المتضررة والطامعة والمعادية وتشكلت الخلايا النائمة ووضعت لها الخطط والتمويل اللازم من أجل وعد هذا المشروع العظيم حيث قامت تلك الخلايا النائمة باستهداف الشخصيات والقامات الاجتماعية وعلى رأسهم بعض الشيوخ العشائر بشمال وشرق سوريا ابتداء بمقتل الشيخ بشير فيصل الهويدي وعمر علوش وعبيد خلف الحسان وامرين خلف والقائمة طول وصولا لاستهداف الشيخ إبراهيم خليل الهفل وامتشر حمود الهفل وذلك لخلق الفتنة الداخلية بين مكونات المجتمع المتماسك والذي آمن بالحياة الحرة الكريمة على أرض سوريا الموحدة الحرة الديمقراطية لا مركزية ولكنهم لن يحصلوا على مفتغاهم الشرير الذي يهدف إلى نزع روح المحبة والتسامح والتآخي بين مكونات المنطقة ولن تزيدنا عملياتهم الدنيئة التي تتمثل باغتيال رموز عشائرنا إلا إصرارا على متابعة المسيرة ولن تزيدنا إلا إيمانا بوحدة مصيرنا ولن تزيدنا إلا ثباتا بوجه كل المخططات والمؤامرات الداخلية والخارجية معتمدين بذلك على الله سبحانه وتعالى أولا ثم إرادة شعوبنا في المنطقة لأن مكونات المجتمع السوري في كل أطيافها هي وحدها القادرة على حل جميع قضايانا بعيدا عن الإملاءات الدولية التي لا تفكر إلا لمصالحها القومية إننا نجتمع اليوم كشيوخ ووجهاء عشائر إقليم الرقة لنعلن دعمنا المطلق لقوات سوريا الديمقراطية ونحث أبناء العشائر للالتحاق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية من أجل تعزيز وحدتنا الداخلية وحماية المكتسبات التي تحققت وبث روح التضحية لأن الوطن يستحق أغلى مما نملك ونبين موقفنا تجاه ما يجري في إقليم دير الزور من اغتيالات واستهداف أهلنا هناك من شيوخ وجهاء والتأكيد على واجبنا جميعا لتحمل مسؤولياتنا كل في موقعه والتصدي لأعدائنا ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث في أمن المنطقة والقبض على الجنات وكشفهم ونزع القناع عن من يخطط ويمول عملياتهم الإرهابية لأن التنديد والاستنكار والشجب لا يكفي ولا يقنع أحدا لذا يجب أن نربط الأقوال بالأفعال ونقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد أهلنا وقاماتنا الاجتماعية ومشروعنا الكبير باسم شيوخ ووجهاء إقليم الرقة نقدم تعازين الحارة لأهلنا قبيلة العقيدات ونؤكد لهم أننا معهم قلبا وقالبا للنيل من الخلايا الغادرة حتى نصل لمحاسبة وقطع الأياد الآثمة أين كان مصدرها الرحمة للشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا شيوخ ووجهاء عشاء إقليم الرقة الرقة السبت ثماني آب 2020 مضافة الهويدي